التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى اليمن العقيد مارت وايتمان وناقش معه تطورات المستجدات على الساحة اليمنية وسعرض رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاء الدور الذي تؤديه القوات المسلحة اليمنية من العمليات القتالية دفاعا عن الشرعية وعن الأمن والسلم الدولي في المنطقة والإقليم بل والعالم وتأمين طرق الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأشار بن عزيز إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية الإيرانية دمرت ولغمت كل شيء وذلك بزراعة الألغام الأرضية المختلفة دون مراعاة لطفل أو حيوان أو امرأة ولغمت البحر بالألغام البحرية واستخدام القوارب المفخخة والزوارق المسيرة كما أنها لغمت السماء باستخدام الطهران المسير دون اعتبار لقواعد الشباك والقانون الدولي الإنساني وأكد الفريق بن عزيز أن إيران وحلفائها في المنطقة هم مصدر الشر في العالم مشيدا بما يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من دعم عسكري وسياسي واقتصادي من جانبها أشار الملحق العسكري الأمريكي لطبيعة العلاقات العسكرية الأمريكية مؤكدا أن اليمن شريك أساسي في مكافحة الإرهاب وتأمير المنطقة مجددا استمرار دعم الولايات المتحدة للشرعية وجهودها في إحلال السلام الدائم في بلادنا